السلام عليكم في هذا الفيديو سنقدم لكم وصفة جيد مميزة لجميلة ريبيكا وبما انني كأجمي نجرب اي وصفة اللي كنشوف ان المكونات ديالها ما غديش تحدث اي ضرر لب الشعر ديالي او البشرة ديالي فكنجربها بنسبة لها الوصفة هذي اللي غدي نقول لكم انها خاصة بالشعر البني والاسود لما قالت ريبيكا باش كتعطي هذيك الابريانس وكتعطي هذيك الفعاليه ديالا كيغاتين يعني لمعاني طبيعي للشعر بالنسبة للمكونات ديالها قد يجيكم غريبة لان حتى انا في الول مين سمعتها من عندها جاتني غريبة لان انا معمرني مدرت سكر شعري والفكرة ايضا كتبا غريبة يعني ما مول فين معمرني مدرت شي ماسك في سكر من قبل فبنسبة للمكونات ديالهاد الماسك سهلة واقتصادية وموجودة يعني عند كل سيدة في المطبخ المكوين الاول هو السكر انا السكر اللي استعملت جربت من قبل صراحة قبل من دير لكم الوصفة كنت جربت درت سكر ديالساني دا و سكر ديالساني دا يعني في الابيكاسان تعد بكم كيبقا كيتفرسة يعني ديفسي لاابيكي دونك تحنتو شي شويش يعني ما تحنتوش ماشي سكر غلاسي ماشي سكر غلاسي وماشي سانيدة اره باقي كريستاليزي شويش ماشي قاع سكر غلاسي خديت ثلاثة ديال ملاعق كبيرة اخديت ايضا ثلاثة ديال معالق كبار ديال زيت زيتون بلا ملحة زيت زيتون بلا ملحة دي ما سنقولها لكم في الفيديوهات ديالي انا زيت زيتون ضروري خاصة تكون انويل دولي فيارش يعني كيفما كتعرفو انها معروفة فيها املح معدينية واللي كتقدر تنشف الشعر الى درناها دونك اول حاجة غدي ندير غدي ناخد هديك ثلاثة ديال معالق ديالي ديال السكر سكر اول مرة كيفما كتلكم غدي نسمع به اننا يمكننا نديروه ماسك للشعر ومن اللي قرأت عليه لانه جاني شيشوش تلف دول وقرأت عليه وعلى حسب المعلومات اللي لقيت انهم الماسكات اللي فيهم السكر يدمنو تخلص من خلايا الجلد الميته اللي كتكون في فروة الرأس وكيلتاق ايضا هدك الخليط ديال القشرة العالقة على فروة الرأس هذا الشعر يطوال ويعطي لبغيانس هذا هو السر حسب هذه الكلة التي استعملت قد الكيميه ديال زيت الزيتون قد الكيميه ديال السكر ثلاثة ملاعق كبيره لان انا الشعر ديالي طويل و ناشف و قوي لذلك لا تقلقني غير ملقة والبناء الذين شعرهم طويل دربوا حسبكم و العجيب في هذا الماسك العجيب في هذا الماسك من اللي قدرته يعني نعم 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 سبحان الله شعري كله شربوه ما عرفت شوش السكر هو السبب مهم ما لقيتش معه مشكلة وخاهد الكيميه ديال ديال زيت اللي طبقتها على شعري و واحد المرحلة مهمة كتبع تطبيق هذا الماسك هذا وهو الماساج بحركات دائرية و تدليق الفروة الرأس كيفما اشتو الوصفات و التكستور اللي كان نحصلوا عليها من تنخلطهم بجوش بحال يونبات و تجيسها في الطبيق و لا يتفردت إذا استعملت ساندة ساندة اللي ما أجبنيش هو أنها تفردت يعني سعيه باشت أبليكيها على شعرك بخان تخيله تحنتي شي شويش كي تجيسها في الابليكاسون و درت واحد الكيمياء أخرى اللي غادي نديرها في الأسبوع القادم و خليتها دو كوتي حتى أبط فيها في التلاجة مهم ما تحتاش تلاجة مهم أنا درتها في التلاجة كيف ماشتي و تهيه ثلاثة دي الملاعق ثلاثة دي المعالق بالنسبة للبنات اللي شعرهم شي شويش قوي و كيف ما قلت لكم ارا جربتها المرة اللي ولا بذكر ساندة يعني ما تحنتوش شي شويش خاشين البنات هذي ساتون كور اللي الحسب ما قالت ريبيكا ساتون كور اللي خاصنا نتبعوها منيمم 21 جوغ اللي دي ما تقولها لكم في الفيديوهات ديالي هنا قمت بالغسل دي الشعري و خليتو عشرة دقائق حتى نشوف شي شويش و بيانسو مشتوه لان كيف ما قلت لكم ديما في الفيديوهات ديالي مع مرنة كان مشتو الشعر و فيه شامبون و بالتالي تبقى جيها قصيرة جيها طويلة فانا صراحة لحت وحد الفرق كبير من اللي توقفت انني ما بقيتش كان مشتو الشعر ديالي و انا ديره شامبون يعني من كان غسله ما بقاش كيت قطع ليه شعري ولا تيتوال تبارك الله و خلوا صفات طبيعتي عاونو ولكن كانوا واحد العادات الاحينا هم مره كان زيدو يعني كان حسنو من نوعية ديال الشعر ديالي سافي انا كنبليكي دابا كيف ما تقول لكم اماسك خاصو ماش بغماش للشعر كامل و كيف ماشتو مين تحنتوه هو ما تيبنش ليكم سكر بززاف لو كان كان ساني ده غادي بليكم فشكل على دابا سافي هي قتلنا المدة عشرين دقيقة لي خلاتو فشعرها غير عشرين دقيقة انا خليتو اكتر شي شويش كان دا خليتو شي ربعين دقيقة حتى شربو مزيان شعر ديالي و صراحة زوين 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 هاد الماسك بزاف غير جربوه تندير بيانسور الورق الغدائي كندورو على شعري و كندير فوطة إلا بغيتي تقدروا تديروا فوطة ساخنة ايضا بلو فاسيل و غادي نخليه إلا بغتيو خليه لعشرين دقيقة مهيما نخليتو الاربعين مدة ربعين دقيقة حيتش نجي من بعد ما كندير شي ماسك شعري كندير ماسك البشرة حيتش شعري ديجا نادف البشرة ديجا نادفة ساخنة فاكندير ايضا ماسك الوجهي فنفس الوقت كيف ماشتي و در تفوت على راسي هنايا بين قوسين و كنسيحة لتديروا ماسك شعركم البشرة ديجا نقيا ديك ساعات و شعر ديجا نقيم كلكم ديروا كيف ما شفتي ماسك شعركم وايضا البشرة ديالكم باش كتتفضوا من الوقت وايضا كتعتنيوا في نفس الوقت بالبشرة ديالكم هنا يطبقت هذك الماسك ديال الكاكاو اللي درتوا معكم في فيديو سابق اللي رائع جدا سأنوتيو فيه مدادات الاكسادة يعني اللي تيحار بتجعيد و تينشوف هذك الاكسادة سيبوم اللي في لازونتي اللي في الجبهة والانف وتحت الفن وايضا تعدى واحد اللي كلازوين البشرة و كيرتبها سخطو من اللي غادي تديرو الماكياج ولا كتحسو بالفرق و ما كيبقاش البشرة كتقشر فالكاكاو عندو بزاف ديال منافع للبشرة و الشعر كداليك حضرت معاكم ديجا سيباغة اللي شعر بالكاكاو حتى هي اللي زوينة هاد الماسك هادا كيف ما كتلكم سابقا داروري تديرو انكوش اباس لاش انكوش اباس لانهو دغية 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 تينشوف كتشربو بحال لدرتو يعني بحال هادا كلفة ديال المايزينة ديال دقيق الناشا او دقيق الدورة او دغية دغية تينشوف يعني كيبقى واحد الاشرة دقيق ال 15 دقيقة ماكسيمم وتينشوف بالنسبة الغسل الشعر واللي هو سؤال عارفكم كلكم غادي تسولوني عليه واش كيجي ساهل ان الشعر يتغسل من بعد ما كنديرو له هاد الماسك ساهل غير هي يجيبو شفط يعني شعر بالماء الدافئ مزيان مزيان تك نحسو بهذاك السكر وهذيك الزيت سابتات عاد كنديرو هذيك الكوش ديال شامبون ديالنا انا مستعملت حتى اه شي اه بالسام ولا ماسك اه بجميل زيتش اللي يشعري كافية اه حسيت بانا شعري اه يعني في الغسل اه حسيتوا بانا كافية اه هاد الكيميا ديال هاد الزيت اللي درت فيه محتاجيش انني نديرلو ماسك او بالسام وفي البروشنج جاني ساهل وغادي نزيد ان شاء الله منا نكمل هاد الكو غادي ننبارتاج معاكم كيفاش كانت النتيجة اه على الانستغرام ديالي كانت منا اني نكون فتكم في هاد الفيديو هاد تجاربه هادي واجربو صراحة صافو لكو كنت انا بغا ندير اه الالاج ديال بروتين شعري ولكن اه مليشت هاد الماسك انني شويش كوريوز قولت حتى نجربو اه وديك ساعات غادي ندير اه الالتخدمان ديال البروتين في الدرب وغادي نتقاسم معاكم التجاربه ايضا اه كنشكركم على المشاهدة اه اشتركوا في القناة ديالي لاعجبكم المحتوى ديالها اه خليوا ليا دي كومنتر او دي لايك وشكرا على المشاهدة